عين قداسة البابا فرانسيس 22 كاردينالاً من بينهم أول كاردينال من أصول فلسطينية وهو المطران نتاليو شومالي رئيس أساقفة سانتياغو في تشيلي وقال النائب البطرييركي للاتيني في القدس وليام الشومالي إن هذا التعيين يلفت انتباه العالمي إلى وجود كنيسة حية في فلسطين وهي ما زالت تعمل وتؤدي شهادة إنسانية وروحية وسط ظروف مأساوية ومصيرية والكاردينال الشومالي الجديد مولود في مدينة سانتياغو في تشيلي وينحدر من بلدة بيت ساحور وهو رئيس أساقفة في تشيلي منذ عام 2023 تم تكريسه أسقفاً في عام 2006 ودرس الفلسفة واللهود في المعهد البابا والكبير في سانتياغو وحصل فيما بعد على الدكتورة في علم اللهود